تركيا تقرر تعليق الرحلات الجوية مع بعض الدول الأوروبية مرحباً أصدقائي وإياكم حرد المهندس مثل ما نسمع بالأخبار منذ يوم أمس انتشار مرض فيروس كورونا الجديد والسلالة الجديدة من مرض فيروس كورونا والتي تنتشر بصورة جداً سريعة في أوروبا على هذا الأساس تركيا قررت تعليق الرحلات الجوية منذ منتصف يوم أمس إلى بعض الدول والتي منها بريطانيا، الدنمارك، هولندا وجنوب أفريقيا طبعاً سيتم تعليق الرحلات والسفر بين هذه الدول وبين تركيا وأي شخص أو أي مسافر جاي في طريقة فرح يتعرض للحجر الصحي أول شيء يتعرض للفحص ومن ثم يتعرض للحجر الصحي هنا في تركيا طبعاً هذا فقط لللي لا تزار رحلاتهم في الهواء واللي لا تزار رحلاتهم في الطريق أما بعد هذا فرح تتوقف جميع الرحلات القادمة من هولندا، من الدنمارك، من بريطانيا ومن جنوب أفريقيا واحتمال كبير جداً خلال هاي الأيام أنه تنضاف دول ثانية إلى هذه القائمة وتركيا تمنع السفر مع هذه الدول مثل ما تعرفون كذلك دول أوروبية ثانية عشرين دول أوروبية وقفت السفر مع بريطانيا بسبب انتشار مرض بارس كورونا منها مثلاً إيطاليا، بلجيكا، دنمارك، هولندا وقفت السفر مع بريطانيا بسبب هذا الانتشار الجديد اللي حصل واللي دي يصير في بريطانيا وده ينتشر بصورة جداً سريعة مثل ما سمعنا من الأخبار أنه هذا الكوفيد الجديد اللي هو ينتشر بصورة أسرع بسبعين بالمئة من الكوفيد الاعتيادي والعالم كله خايفي من هذا الشي وصل لليابان ووصل للصين فالعالم شوية يعني هاي الفترة المقبلة ممكن راح تكون فترة حرجة بسبب مثل ما تعرفونهم حالياً أصلاً يلا ديريدوني بلشون يطون اللقاح ويتأملون أنه يقدرون يطون اللقاح قبل لا ينتشر هذا المرض بصورة سريعة فحالياً تم إيقاف السفر من الدول هذه العربية اللي ذكرتها بريطانيا، دنمارك، هولندا، جنوب أفريقيا وكذلك بعض الدول ممكن تنضام بالعيام القادمة تم إيقاف السفر إلى تركيا وأي شخص وافد من هذه الدول خلال هذه اللحظات اللي هم يعني جايين بالطريق فراح يصير عندهم فتفحص بالمطار ومن ثم مثل ما تشوفون هنا هذا في مطار اسطنبول يفحصوهم ومن ثم يأخذوهم للحجر الصحي هذا الحجر إجباري ما تقدرون يعني تتلافوا لازم تروحونوا له للحجر الصحي ورح تبقونها 14 يوم ومن ثم إذا ما بيكم أي شي فتطلعون وتتعيشون حياتكم بصورة طبيعية في تركيا والخبر الثاني أيضا أنه قررت المملكة العربية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية لكل الدول لمدة أسبوع وبنفس الوقت غلق المنافذ البحرية والبرية لمدة أسبوع قابلة للتجديد هذا بسبب مثل ما تعرفون ما ذكرنا اللي هو انتشار مرض فيروس كورونا الجديد أو السلالة الجديدة من المرض واللي العالم كله حاليا رح يأخذ فتردة تفعل تجاه هذا الشي لأنه مثل ما نعرف مثلا في تركيا هل سيلا بدأوا يتعافون من ارتفاع الإصابات مرة ثانية البارحة الحمد لله والشكر الإصابات كانت فقط 20 ألف والحالات اللي في المستشفى كانت فقط 3500 حالة يعني رقم جدا جيد التدابير الأمنية القيود المنع التجول جاب نتيجة فهل هل سبب يريدون يحافظون على هذا التقدم اللي يصير ميريدون يرجعون مرة ثانية يعانون وخصوصا أنه مثل ما تعرفون يعني هذا الفيروس الجديد أنه ينتشر بصورة جدا سريعة فرح ترتفع الإصابات بصورة جدا كبيرة وهذا الشيء ما نريده وان شاء الله يا ربي عن قريب أنه نحصل هذا اللقاح ونخلص من هذا الموضوع هذا كان في الفيديو سريع بس حبيت أوضح لكم هذا الموضوع وأي شخص يريد يحجز في أخوان تركيا وقفة السفر مع هذه الدول لذكرته إذا كنت من هذه الدول لتحجز إلى تركيا لأنه ما رح يخلوك تدخل طبعا أغلب دول عالم حاليا وقفة السفر مع بريطانيا ومثل ما شفتوا بالصور أنه مطار هيفرو بلندن يعني العالم كلهم متجمعين بزر يريدون يطلعون من لندن بأسرع وقت ممكن لأنه هما أصلا عليهم لوكداون وعليهم حجر وأغلاق والعالم خافوا وبدأوا يطلعون يريدون بس يطلعون فقاموا يروحون يتنقلون إلى مدن أخرى أو إلى دول ثانية طبعا أغلب الدول حاليا وقفة السفر مع بريطانيا فإذا كنتم من الناس اللي سافرين في بريطانيا ترباكم على نفسكم وإن شاء الله رب يحفظكم إن شاء الله بسرعة تزول هذه المشكلة وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أتمنى إن شاء الله يا رب استفاديتم منه خلونا لايك للفيديو اشتركوا إلينا بالقناتنا ونرونونا نضم العائلتنا ويا رب إن شاء الله دائما نشوفكم وبخير أنتوا عوائلكم خليكم في بيوتكم حافظوا على نفسكم ويا رب إن شاء الله نشوفكم بالفيديو الجال سلام موسيقى